السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد في سومية السويد او حلويات سومية اليوم جبت لكم التكميلة تاع الوصفة اللي شاركت معكم تاع الدجاج بالطريقة التركية اللي راهي في القناة اول حاجة نحتاجها في هذا الروز هو الروز ينقع في الماء على الاقل مدة ساتين او ليلة كاملة يعني اذا كنتو نوينغد من ذاك الطيب والروز خليوا في الماء ليلة كاملة او انضى الصايد تديروا الماء يغلي شغلة حتغليوا مقارون سباكيتي اي حاجة تديروا الماء يغلي من المور ما تشوفوا كما هنا يراني وريت لكم فطنجرة الفقعات تاع الماء يبدوا يخرجوا تزيدوا معهم الملح اي نوع تاع الملح انتم ما تستعملوه تقدرو تديروه وتزيدوا الروز تاعكم اللي كنتو ديجا صفيتوه وخصلتوه جيدا من نشات تاعه تزيدوه في هذا كلمات تاعنا اللي كنا درناه يغلي من بعد نسمو الروز تاعنا بالقرفة انا درتوه بالقرفة لجل اللاصوس كيفاش راح نقدموه راح نطيب اللاصوس بالقرفة انتم ما تنسمو على حساب اللاصوس اللي راح تقدموها مع الروز تاعكم واشنو هي مور ما يطيب الروز تاعنا ونقل نفقدوه نلقاوه طاب نصفيوه ونخليوه يقطر جيدا من المتاعو كما راكم تشوفو الروز تاعنا يجي محبب حبب 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 ما يتعجن ما يدق دق موالو بعد ما اقطر الروز تاعنا جيدا من الماء نزيدوه زيت الزيتون بالاحسن نديرو زيت زيت زيتون اللي ما فيش الريحة الا كان زيت الزيتون تاعكم فيها الريحة ديرو زيت الماء اذا عادي ادهنو بها الروز تاعكم باش ما تبدلوش لما ضغط على الروز الا 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 كنتوا راح تقدمو الروز تاعكم فقط مع زيت زيتون ولا حاجة واحد اخرى مش هي مشكلة تديرو زيت زيت زيتون اللي فيها الريحة اما ايه بالطريقة لاح نديرها انا ما تديرو زيت زيت زيتون اللي فيها الريحة نحكمو اللاصوس اللي راح نقدموها معاه نشدو الجزر مغبيوه مبشور نبشرو الجزر ونقطعو بصل قطع رقيقة وفي مقلة سخونة نديرو قطع كبيرة من الزبدة يعني ملعقة كبيرة من الزبدة ونديرو معاها شوية زيت زيتون ونزيدو عليها البصل تانالي كنا قطعناها من قبل اي نوع تانالبصل متوفر عندكم تقدرو تستعملوه ماشي كاش نوع انا درت بصلة واحدة هنا وانتو ما نديرو البصل على حسب الكمية اللي بغيتو تخرجو في الاصوس نديرولو شوية ملح ونقعدو نحركو في البصل التانال حتى يذبال البصل التانالي واللي يصفر كما راكم تشوفو فيه في الفيديو هنا فاشنو وصلو لهذا المرحلة تانالبصل نزيدو عليها الجزر التانالي كنا من قبل رابيناه نزيدوه معاه ونخلطوه نخلطوه معاها ذاك البصل اللي ديجا كنا ذبالناه ولا قليناه ونزيدو عليهم شوية قرفة اللي يحب القرفة اللي ما يحبش القرفة يقدر ما يديرهاش ماشي مشكلة تقدرو تفوتوها ونزيدو وان كوب ديال رايزنز ولا ديال الزبيب اللي كنا غسلناه ديجا وخليناه شوية في الماء من بعد صفعناه ونزيدوه معا هاد الخالط تانا ونزيدو القليل من الماء ماشي بزاف غير باش هادك الجزر تانا يذبالنا ويعطينا لاصوس هنا كما كم تشوفو وصلت لمرحلة التقديم نديرو روس تانا في الصحن التقديم اللي اختاريناه تقدرو تقدموا روس تاكم وحده ولاصوس تاكم وحده تقدرو تحكموا روس تاكم وتخلطوه كامل مع هاديك لاصوس اللي درتو حتى هو يجي شباب المهم انا اختارتها في طريقات فتاعة التقديم على جال كنت ديجا درت معها الجاجة بطريقة تركية ليراني شاركت الفيديو تاحمها معاكم قبل من الروز نديرو درت لاصوس تعيلي كنت خدمتها والطغميرة تعيلي كنت خدمتها نديرها من الفوق ونستف ستفت انا هنا من بعد ستفت الجاجة ايضاير بيها نتمنى تعجبكم طريقة لبنات وتجربوها وتشاركوها معايا معايا في انستغرام او فيسبوك انستغرام سوميا السويت فيسبوك مجمع المرأة مع سوسوات مرحبا بك كاملين والسلام عليكم